شاركت بلادنا في أعمال الدورة التنفيذية لمجلس التجارة والتنمية المنعقلة بمدينة جنيف السويسرية بوفد ترأسه السفير والمندوب الدائم في جنيف الدكتور علي محمد مجوهر وكرسة الدورة لبحث تعاون الدولي في مجال التجارة والتنمية ومناقشة الرؤى الهادفة لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفاه للجميع وكذا لتقييم الدور الذي يقوم به مؤتمر التجارة والتنمية كشريك فاعل للتنمية في البلدان النامية وأقل البلدان نموا وعبر الدكتور مجوهر عن إدانة اليمن للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعب الفلسطيني الأعزل مشيرا إلى أن اليمن ما زالت ضمن فئة أقل البلدان نموا وليس هناك في الأفق القريب أو البعيد ما يشير إلى خروجها من هذه الفئة بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة الشرعية نهيك عن أن هناك دولا مثل إيران تقدم دعما مباشرا لهذه الجماعة الإرهابية الإنقلابية اشتركوا في القناة